السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلاب الصف الثالث الابتدائي اليوم دلسنا في الرياضيات هو الكسور كأجزاء من الكل فكرة الدلس أكتب القصول كأجزاء من الكل وأقرأها المفردات أولا الكس ثانيا البسط ثالثا المقام أخذنا في الدلس السابق تعريف الكس والكس هو عدد يمثل جزءا من الكل أو جزءا من مجموعة أشياء ويمكنني أن أمثل الكسل باعتباره جزءا من الكل واليوم البسط البسط هو عدد الأجزاء المظلنة أما المقام وده اللي بيكون أسفل هو عدد الأجزاء المطابقة كله تعال معنا ننزل إلى مثال سجادة مقسمة إلى خمسة أجزاء متطابقة وملونة بالألوان الأصفل والبلتقالي والبنفسيجي والأحمل والأخضر مقسمة إلى خمس ألوان ما الكسل الذي يمثل الجزء الملون باللون الأحمل؟ يمكن أن أستعمل الكسل لأعبر عن الجزء الملون بالأحمل من السجادة تمثل السجادة العدد واحد وهي مقسمة إلى خمس أجزاء متطابقة أستعمل نمازج القصول لأقسم الكل إلى خمس أجزاء متطابقة نقسم السجادة إلى خمس أجزاء كل جزء منها يمثل واحد على خمسة اللي هو خمس يبقى اللون الأحمل أو يمثل واحد على خمسة ممكن ألسم صورة سجادة ثم أقسمها إلى خمس أجزاء متطابقة ثم ألون جزءا واحد باللون الأحمل وهو يمثل واحد على خمسة يبقى ننظر كده في موجود عندي بسط ومقام بسط ده اللي هو أعلى وده يعبر عن الجزء الملون باللون الأحمل أما خمسة يعبر عن عدد الأجزاء المتطابقة كلها لذا فإن خمس السجادة لونه أحمر يبقى يمثل البسط على عدد الأجزاء المتطابقة التي استعملت وهو واحد اللي هو يسمى البسط أما يدل المقام على عدد الأجزاء المتطابقة كلها اللي هو خمسة مالكسل مثال اخر مالكسل التي يمثل الجزء الملون باللون الاخضر في الشكل الموضح امامنا نلاحظ ان الجزء الموضح يوجد جزئين باللون الاخضر يبقى معنا ذلك ان البسط هيكون اثنان اما المقام سيكون ثلاثة willenما يتجب ان العشل والاقاقه هي نخيل جزء الكسل الذي يمثل 다시 النوم الاخضر هى اثنان على ثلاثة اثنان هو عدد الاجزاء الملونة باللون الاخضر السلاثة هو عدد الاجزاء المتطابقة كلها انتظر ان البسط هو عبادة عن عدد الاجزاء المزللة اما المقام هو عدد الاجزاء المتطابقة قولها تعالى ننظر إلى التمري اكتب الكسر الذي يمثل الجزء الملون باللون الأزرق ثم اكتب الكسر الذي يمثل الجزء غير الملون بالأزرق أولا الجزء الملون باللون الأزرق هو ثلاثة ثلاثة أربع الجزء غير ملون بالأزرق هو ربع المثال التالي الجزء الملون بالأزرق هو 5 على 8 لأن الشكل عندي مقسم إلى 8 أجزاء الجزء الغير ملون بالأزرق هو 3 على 8 السؤال التالي الجزء الملون باللون الأزرق نلاحظ أن الدائرة مقسمة إلى 7 أجزاء معنى ذلك الجزء الملون باللون الأزرق هو 1 يبقى 1 على 7 أو 7 الجزء غير ملون باللون الأزرق هو 6 على 7 السؤال التالي جزء من الفطيرة يحتوي على الجبن فقط اكتب الكسل الذي يدل على هذا هو نلاحظ أن الفطيرة مقسمة إلى 6 أجزاء فمعنى ذلك الجزء الذي يمثل الجبن هو 2 على 6 أو 60 أوضح كيف أستعمل الكسل أعبل عن الجزء المظلل من شكل جدهي من أجزاء متطاقة لكي أعبل عن الجزء المظلل من شكل مقسم إلى أجزاء متطاقة أكتب عدد الأجزاء المظللة في بسط كسل وعدد الأجزاء الشكل كلها في مقامه مثال اكتب الكسل الذي يمثل الجزء الملون بالأزرق ثم اكتب الكسل الذي يمثل الجزء الغير ملون بالأزرق أولا الجزء الملون بالأزرق 3 على 3 لأن الشكل مقون من 3 أجزاء الجزء الغير ملون بالأزرق هو لا يوجد شيء من اللون الغير الأزرق إذن 0 على 3 أي يساوي 0 السؤال التالي الجزء الملون بالأزرق هو 3 على 5 الجزء الغير ملون بالأزرق هو 2 على 5 الجزء الملون بالأزرق هو 2 على 8 الجزء الغير ملون بالأزرق هو 6 على 8 أما الكسل الذي يمثل الخلايا الذي تحوي نحلا هو سبعة على عشرة أرسم صورا لأمثل كل كسل إثنان على خمسة أمثل مستطيل وأقسمه إلى خمس أجزاء وألون الكنز المزلل باللون الأصفل إذن إثنان على خمسة والسلام عليكم ورحمة الله